امبراطور اليابان اكيهيتو وزوجته يزوران المناطق المتضررة من زلزال والتسونامي الحابي عشر من اذار مارس الماضي وتفقد الزوجان عددا من مراكزي والاجئين للاطلاع على احوال المنكوبين واحتياجاتهم حيث فقد عشرات الالاف من اليابانيين منازلهم بسبب الكارثة الطبيعية في الوقت الذي تعالت فيه الاصوات التي تطالب رئيس الوزراء نوتو كان بتقديم استقالته متهمة نياه بالتقصير في معالجة اثار الزلزال والتسونامي الذي ضرب سواحل توكوهو شمال شرق اليابان مخلفا اكثر من ثلاثين الف شخص ما بين قتيل ومفقود في الوقت نفسه بدأت عمليات ضخ المياه الملوثة بالاشعاعات النووية في محطة فوكوشيما النووية المتضررة بعد تعليق اعمال معالجة التسرب الاشعاعي بسبب تعاقب الهزات الارتدادية على مدى الايام الماضية ترجمة نانسي قنقر